السلام عليكم مشاهدين الكرام الزيارة اللي يقوم بها الرئيس الفرنسي إمانويل مكرون خلق الحدث والحدث بامتياز وهذا الحلقة اللي قد نتكلمه فعلا هاد الزيارة التاريخية ممزيناش الكراغلال اللي يقلبهم فيهم القيح فيهم الحقد والحسد ما يصلح لهمش إذن زيارة تاريخية بكل المقاييس ومتميزة وشفنا البحر كيفاش كان الاستقبال الملكي الباهر كيفاش كان الاستقبال الشعبي وكيفاش كان الاستقبال المؤسسات بمعنى أن فعلا هاد الزيارة ارتقت بالعلاقات المغربية الفرنسية إلى على الدرجات ولا بغلنا نرجع للتاريخ نقول من الحماية إلى الشركة الاستثنائية الوطيدة فبالرجوع كذلك إلى طبيعة الوفد الفرنسي اللي كالقا فيه وزراء وفعاليات ومفكرين ومستثمرين ورش الأعمال بمعنى أنه فرنسا بتقلها جاءت إلى المغرب لأن الموضوع كيستاهل هذا الشيء هذا وشفنا كيفاش طبيعة تحت التعامل والتفاعل مع الآخر بمعنى أنه هو الرئيس وفرسة وفرسة اتفاقية شملات واحدة مجموعة من المجالات وطبعها اليوم الرئيس الرئيس إمانويل مكرو بالخطاب التاريخي للقاه أمام البرلمان وبحضور البرلمانيين سواء في مجلس النواب سواء في مجلس المستشارين وهدف حدثه يعني حدث تاريخي كبير على أنه الرئيس الفرنسي يلقي خطابا أمام نواب الأمة وخطاب تاريخي لاستحضر فيه العلاقات المغربية الفرنسية منذ القدم وجبها في السياق التاريخي دي لها والسياق القوي دي لها وتكلم عن الشراكة وتكلم عن الأفاق وأكد لمن يحتاج إلى تعكيد موقف أو موقف فرنسا من قضية السحراء المغربية وهو الموقف لأكدو في رسالة الجلالة الملك في 30 يوليوز وأكدو اليوم في البرلمان يقول فيه أعتبر أن حاضر ومستقبل السحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية وبنسبة لفرنسا فإن الحكم الداتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية وإن دعمنا لمخطط حكم الداتي الذي تقدم به المغرب في 2007 واضح وتابت ويشكل هذا الأخير من الآن فصاعدا الأساس الوحيد للتوصل إلى حل سياسي عادل مستدام ومتفاوض بشأنه تبقى لقرارات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة هذا السلام بكثبت الرسالة للتأسين يدوني يقدو في خطابه التاريخي أمام البرلمان وقال بأنه سيرافق المغرب ويسيدافع لهذه القضية في المحافل الدولية وسيرافق المغرب مستقبلا في المسيرة لمن أنه فرنسا تتقديم جانبا إلى جنب تتقديم جانبا إلى جنب مع المغرب وخاصة أن المغرب بوابة إفريقيا وبوابة أطلسي وبوابة الساحيل إذن الخطاب التاريخي دياله ديال الرئيس الفرنسي ودع المغرب في قيمته التاريخية وفي قيمته الجغرافية وقيمته الاقتصادية والسياسية والثقافية وهذا طبعا إشارة لمن يحتاج إلى إشارات علا أنه لا الجزائر ولا مرتزقة البوليساريوني كي تكلموا على ما زل كيرضدو ديك الأسطوانة دي الإنفصال باي 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 مش هاد دابا قدي دي الإنفصال ومش هاد قدي دابا دي الإستفتاء أو قدي دي الكداء كل شي ديك كل شي مشا كل شي راح مع الزمان كل شي صار في خبر كان اليوم المغرب حاضر في سحرائه كما دائما وحاضر أمام شركائه وأمام أصدقائه وأمام من يفهم الحكمة ويعمل بالحكمة ويتوق إلى الحكمة بمن أنه الفرحة في المغرب والعزاء في الشراطون في الجزائر يعني اليوم أكدها وكيقولها بصوت مرتفع وواضح أمام نواب الأمة فرنسا مع المغرب في مغربية السحراء وكيعتبر على أنه الحكم الداتي حل لقدس السحراء تحت سيادة المغربية وكان عرفه على أنه فرنسا عضو فاعل في مجلس الأمن وعضو فاعل الساحة الدولية وهذا هو السياق اللي قد يمشي فيه وإحنا على بعد يومين قد يجتمع مجلس الأمن لكي يدرس قضية السحراء المغربية ومشروع القرار يحتوي كي يمشي في هذا الاتجاه وغنب سأله على جوش الدول كيف يستطيع صوته أولا روسيا لموارفكة متنع التصويت هستصوح لصالح المشروع والجزائر هل ستمتني عن التصويت أم ستصويت بالرفض وهذا عوتني محطة تاريخية لكي تبيين على أنه المغرب في صحرائه والصحراء في مغربها كي يبقى دائما لكي يكد عليه وهو أن خص المواطن المغربي داخل الوطن وخارج الوطن يزيد ويعاب هات التحديات ويزيد يتجند هات هات تحديات كما أذكرها دائما ويشيرها صاحب الجلال الملك محمد السادس صلى الله الهي قضاء والتعبئة والرئيس الفرنسي إمانويل مكرون فليتلقى غدة مع الفرنسيين مقيمين بالمغرب وأكيد أنه سيتكلبهم معهد النقطة ويحسسهم بالدورهم في تقوية في المزيد من تقوية العلاقة الفرنسية المغربية وهات شيرها مشار إليه في الإعلان المشترك لأنه سواء المغاربة المقيمين في فرنسا أو الفرنسيين المقيمين في المغرب لأنهم يجرون مجهود في هذا الاتجاه وما تفقون إلا بالله والسلام عليكم الله وبركاته